اخيرا انتهت مأساة اخواننا العالقين في مطار اسطنبول اليوم بقرار من السلطات التركية بنقلهم من المطار الى مدينة تبعد بحوالي 400 كم عن اسطنبول حيث سيوضعون في بنايات للطلب الجامعيين لمدة 14 يوم ثم سننظرون فيما سيحدث من طرف الجزائر السلطات التركية قالت للجزائرين هناك وللذين اتصلوا بها بانها لم تتلقى اي تعاون من طرف الجهات الجزائرية المعنية ومن انها ظلت لمدة اسبوع وهي تتواصل معهم ولكنها لم تكن تتلقى ردود وان القنصل والسفير كانوا يقدمون وعود ولم تكن تأتي بنتيجة طبعا نعرف انه كان توفى فيه واحد من اخواننا هناك في المطار وكانت حالة النساء والاطفال والرجال مزرية جدا ادى ذلك الى غضب وانزعاج من الجزائريين والى محاولاتهم ربما ايضا التصرف بنوع من الغلظة وكان هناك رد فعل من طرف الاطراك بحيث شفنا ضربهم بالعصى وكان مؤلم جدا ونحن نرى ذلك ولكن في النهاية الاطراك يقولون انها ليست مسئولية نا مسئولية نظام الجزائري مسئولية الحكومة الجزائري انا سؤالي اللي مرة اخرى عاود انجده انتم تركتم الموانئ والمطارات مفتوحة وعندما انتقدكم الناس قلتم من انها من انكم مش حين تتخلاوا يعني شفنا حتى جرد رد بنوع من التهجم وقال هؤلاء الانش عارف واش الوصف اللي استعمل وانكسما استعمل سوفهاء او حاجة من هاد القبيل اللي يقولون نغلقوا المطارات والموانئ احنا ما نتخلاوش على ولادنا هل الجزائري اللي كانوا في اسطنبول ولادكم ولا مش ولادكم شفت تبرير بعث واحد الاصدقاء قال انه بيان صادر نظارة الخارجية لما تأكد اذا كان صدر من هناك لكن وصله وقال لتبريرهم انهم يقولون انه مش متأكدين مش متأكدين اللي هناك انهم جزائريين وانه وصل اعداد كبيرة منهم وتواصلوا بدأوا يدخلوا المطار الى اخره في حين انه سلطات مطار اسطنبول كما بعت لي الاخ يقول ان عدد المسافرين الذين يملكون الوثائق والدذاكر على التركية 870 راكب وعلى متن الجزائرية 269 راكب فلماذا لم تتكفل سؤال كان مطروح اليوم والايام الماضية كلها اذا كان عندكم شك في 50 او 60 او حتى 100 او 150 شخص ربما ما عندهم الجوازات السفر طيب اللي كان عندهم جوازات السفر وعندهم ليبي اللي جايين على التركية هم 871 واللي كانوا جايين على الجزائرية 169 واحد لماذا لم تتكفلوا بهؤلاء على الاقل اذا كان عندكم شك في اخرين ثم كيفاش الاخرين يكون معندهمش تيكي ومعندهمش باسبور ويكون بعضهم موجود في الترانزيت اصلا يعني كيفاش مروا الترانزيت بلا باسبور وبيلا تيكي وكيفاش مروا عن طريق الجزء اخر مروا عن طريق البوليس تركي الباف كما تسمى انت على ترك كيفاش مروا هناك اذا ما كانش عندهم جوازات سفر وحنا عارفوا ان المطارات التركية واحدة من اصعب المطارات في العالم يعني مرة كنت اداخل من هناك سبع مرات طلبوا مني الباسبور سبع جيهات نتذكرها يعني ممكن اخر مرة قبل سنة او كنت في زيارة هناك سبع جيهات ومش لي انا فقط تقريبا لكل الناس اللي هناك لانه مرة مرة يجو يجي هكذا شرطة خاصة تقف في الوسط باش تعمل كشف اضافي تركيا عنات وتعاني من افعال ارهابية كثيرة من جماعات متعددة ونهيك على قضية الانقلاب وقضية خلاها تكون متوترة جدا من ناحية الامنية جدا اذا التبرير كما جاءك في بيان وزارة الخارجية بانه موش متأكدين بان هؤلاء جزائريين وموش متأكدين باني انا عندهم ليبيي هذا تبرير سخيف والحقيقة لا يعتد به انما هو مش مفهوم يبقى هذا السؤال سيطرح الجزائريين الى ابد الابدي لماذا جئتم بالجزائريين من مطارات تعدول كان تنتشر وموانئ ينتشر فيها الفيروس بشكل رهيب ايطاليا فرنسا وايسبانيا اليوم ايطاليا هي اكبر مكان رهي جاوزت الصين في الوفيات على الاقل وايسبانيا رهي على ابواب رهي تقترب من تجاوز الصين الى مش جاوزتها وفرنسا رهي ثالثتهما هالدول ثلاثة جاء منها اكبر عدد من الجزائريين اللي قلتوا انهم انتما متفرتوش في ولاد البلاد بينما فرطت في جزائريين اخرين في مطارات اخرى بما فيها كورالانبور وخاصة اسطنبول اللي شهدت مأساة بما فيها وفاة نفس وفاة نفس ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا تسببتم في وفاة شخص كان راح يعالج على مرض عاد ميتا بسبب تصرفاتكم البائسة امس او اول امس مسؤول من باستور اعتقد او وزارة الصحة يقول ان 90% من الحالات من حالات الكورونا في الجزائر جاءتنا من فرنسا 90% هذا اعتراف رسمي هذا مهم جدا بكل اسف كل هذه الاحداث تؤكد لنا من انكم فتحتم الموانئ والمطارات على مصرعيها ليس بسبب انكم تحبوا الجزائريين ولا بسبب انكم متفرطوش في ولادكم كما قال جراد وانما كنتم تريدون ان يدخل الفيروس باي شكل كان لان اللي كان يهمكم هو الحرك هو توقيف الحرك وهو تفكيك الحرك وذلك راح نجيب لكم ادلة اخرى علاش راكم تريدون وتقتنمون الفرصة الان من تفكيك الحرك ومن ضرب احرار وشرفاء الحرك خاصة الناشطين بشكل كبير فيه كالهدف هو فتح الباب فتح الموانئ والمطارات من اكثر الدول اللي منتشر فيها الفيروس انتشر الفيروس خلاص ما عادش يهمكم بعد خلاص غلقته الان حتى لو كان يكونوا في فرنسا ولا يكونوا في سويد ولا في اسبانيا غلقته الان ما عادش يهمكم لان الفيروس انتشر هذا هو بكل اسف وقلب هذه هي الحقيقة المرة المهم هؤلاء الجزائريين رم اخذوا وان شاء الله هاهم يعني لو كان قالوا ان الدولة التركية ستتكفل بهم وبمصاريفهم لمدة 14 يوم لماذا تتكفل بهم الدولة التركية واين هي الدولة الجزائرية اين هي اموال الجزائريين ان واحد في الالف لا اقول واحد في المئة ان واحد في الالف على ما يصرف من عناصر المخابرات الذين يرسلون للسفارات والقنصليات بدون عمل يعسوا فقط الجزائريين يعسوا الاحرار الشرفاء المعارضين ما يعسوش اللي ينهبوا في البلاد ما يعسوش اللي يحربوا في الاموال بالعكس جزء منهم كبير يشارك في تهريب اموال الجزائريين هذا الحنوشة عناصر المخابرات اللي ركنت رسلوهم للقنصليات والسفارات لمتابعة الذين لا يتفقون معكم في الرأي او يختلفون معكم في الرأي واحد في المئة من المصاريف اللي تصرف عليهم سنويا كان تكفي لهؤلاء الالف وستمئة وباش ما تخضروا الدولة التركية ليا احنا المفروض انا دولة جزائرية وعندنا كرمتنا وعندنا اموالنا وعندنا وما نحتجوش الصدقة مش فقط صرفت تصرف بائس وارتكبت اخطاء متتالية البرح القنصل هناك ارسل لي احد الافاضل من هناك قال لانه كان مرعوب يقول لبعض الناس انا خايف لا يضربوني انا خايف لا يضربوني خايف من الجزائرين لا يضربوه لانه عارف عارف انه كان يتعامل معهم في البداية بانجهية ثم اختفى ورقم التليفون تعالقنصلية مايردش رقم التليفون تعالصفارة مايردش لا شيء يا رد قالوا لي الناس حتى رقم كورونا هذا في الجزائر فالغالب مايردش الى مش دائما مايردش يحط لك رقم تليفون يحط لك فقط هكذا ماكياج يعني هكذا للمظهر فقط اذا مرة اخرى مش باكر نتقى بهذا اخطاء وزيد الدولة التركية تكفل بهم على الاقل لو كان يكون عندهم حياء ويصدروا قرار يقولوا لا سندفع المال للسلطات التركية ونشكرهم على اخذهم هؤلاء الجزائريين ووضحهم لمدة 14 يوم في هذه الاقامات اشتركوا في القناة